الغزان عنده كي تقدع عنده 80 واحد واش يمكن لي يلبيه لطالب دير 80 واحد ما غيمكن شف عالك يقول لي جا عندي اللول غادي يربط معه قد يقول لي ودي يخدين عندي أربعة ولا خمسة الناس فهنا كيبدأ هادوك الناس اللي ما عنده مش العناجة موسميين كي يجي بس لقطاب لي وكي يقاد لك ولكن أنا غا يجي يفقني غايد بحليه نفرد علي الشروط اللي قلنا مين فخش وتاني يلا بغيت نختاره خصي نشوف الهين داب ديالو نشوف الوجه ديالو كي كي كمي وكي باكي اللي كي صباح مع صباح يعني مخمة مع صباح وغادي يدبح لعب الله هذا لك نشوفه هو قاع مكين هنا في هذا العالم قاع وغادي تشريتح واحد لأضحية بالسلاف دلم سبعة الاف دلم خمسة الاف دلم باش تهدي الله جايبه واحد لي هو مكمل باش يدبح عليك وانت أصلا جبتي الأضحية قربانا إلى الله فهذا راكين إشكالية كي يرويezوا الباشة في الفيزاج دين الناس كديرين أراكين ناس لي ما عنده علاقة بدمح وكي تعطيه يقول لي دبيح ويجيب قايز لك ويزيده ويقول له الله يعلم لا ينفرد علي الشروط أولا بالصعب اتلقى كذال في نفس الوقت وتالى لقيتك أخسين من العرفوه من خلال الدمح ديالو الطريقة ديالو وأنهم مين فخش لي بفمه ثانيا ينقلي الحاولي من ذلك المصران والنبولة يدويني عليه ويشقو لي على الأربعة وحايد المرارة ملكي بدا ما ذلك شيء ما نتذكره عليه شيء آخره غايقضي وما لينتظار هذا هو اللي منفق لا بخير بمسايدين ينفقوا الحاولي وش ضرورية اه كذلك يقول لك أنا غادي ننفخ ودبا إذا رغفك جيب بومبا ما يديش يفهمه لا بسألة هذي مكسبو يجد دخولي الراسي شوف أنا شحل أشوف أنا من اللي عقدت على رأسي وأنا ما تنفخش لا أدبشو كل واحده وش ولفك اللي باقي يقول لك أنا لنفخت كي سهل علي الصلاحة غالي ما كيكون ماشي معلم اللي غاينفخ حاولي غالي باش نخرجو الشي كريسة اللي غاينفخ حاوليها ماشي معلم ولكن إذا غاينفكك وجب غاينفخ وليبغاينفخ أخوي بومبا كينا بومبا كينا ينفخ بالبومبا ما ينفخش تامان لا وشي تاني كي بقال لحسب كل واحده أشو تاني العلم الله لما يقلوش لي علي وتاني يقولوا من الله تحمرات زادية شي خلاص نزيدو فيه وخا ما أخدوش بمازو ها 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 انتم لام الله عدو اللي كي نحوف صراحة هو الغير الناس اللي غادت تبغي تجيب الناس يدبحوا لها خلصهم يكونوا يعني اللي غا تدبحوا خوصا انتنا قلنا وصل الميصاج بزارة لما يكونوا يعني يحتارموا الأضحية وانما يحتارموا الأضحية لانها هي قربان الى الله عدد كبير من الغزارة مجرد ما كي يدوز على الأضحية يمشي للراس دي غيكتر وحنا كنعرفوه علميا ان الدم اللي كي يخرج من الجسم يكون طالع يعني بالأم طالع بعد الدماغ لانك يطلب الدماغ بطبيع الحال وكي يمشي مع الوارد إذ بيك يخرج دقسان فهذا المسألة هذي واش ممكن تشكل ضرار مثلا انت بيوسف تغزار فاهمت الأمر هذا واش ممكن تتأثر على الأضحية ممكن تأثرنا على ذلك اللحم على الجودة اللحم يعني وانا غزارة اللي بغي يزربوه علم هذي أغلبية الناس ممعيدينش غير عام شوية عام شوية عليهم واشي بحل الناس اللي ممعيدينها على الأصابيع فهنا غايت تسنوهم غايت تسنوهم لا خاطر المعارلقة المعارلقة وكل شيء غايت يزدرح الراس معالج غلالة ذا دم أنا جم كزالة غايت تكيس وحاولي دمك اللي شاريك أكثر من خمسة ألف دول ما ولكن احنا غايت نتكلمو على هذه القادية القادية هو إنه للدبحة مثل الدبح الحوري أو في البهيمة العجل أو كيف ما وفى فأنا قي عنده واحد الوقت دياله أنك خليتها يخرج دم دياله على خاطره وأنه خسو يتصفى الدم اللي في الجسم بيخرج بشكل طبيعي ونتأكد بأنه راح للروح أو مثلا التحرق ديال البهيمة مبقاش فهناك يمكن لين توجد ساعة نفصل الرأس على السجطاء وأنه نصلخوه بشكل معتاد لأنه نيلة هو باقي كيتركل وفصلت ليه الرأس على السجطاء وبدأت كان نصلخ فهناك تبقى أحيان شواء يبدو دم وتراكي ما داخل السجطاء إن فوق أنك تبقى ما تخرج من فاللون ديال اللحم يتبدل من اللي كان أبيض كي هو اللي غامق لأن الدم تحصل فيه داخل ما تجلي تيش أنه يخرج الدم على الخاطر دياله فهذه مسألة مهمة كي يقدر البلاد كي يشوفوا عنده عشين حولي في ذلك الموبل كيتباح الأخر كي علق ما يمكنش يعلق تخلي الأضحية تكون حالة خاطرها وأنها سوف تستسلم إلى أربياء وكي ساعة طلع السلخ على خاطرها وكي نالها كي ما قلت لك من أبو دب دبار كون شي غير يقول لك كي نعرفه اليوم يعني السكن اليوم أو التجمعات السكني اليوم ولا تتفرض في مجموعة السكنية أن الجيران يعني كده بحب بشكل جامعي كنا نعرفه ما تكون واحد السطح مشترك أو واحد يعني غاراج مشترك وكتودي كتكون واحد يعني العدد الكبير من الأضاحية أو من الخرفة اللي واقفين في مكان واحد وتدبح يعني واحدة والأخرى وش هاد الأمر هذا لأنه في العرف توقفي أن مثلا طريقة هذه للدبح ما كي خصص يعني من يبغن دباح أضحية ما تكونش أضحية أخرى موجودة أو إحدها فهذا الأمر هذا وش عنده شي تأثير وش تابوتا تابوتا عنده شي تأثير شوف أنا من الجانب شعر من قدر شنا تكلمك لي ولكن تابوتا في شرعا النوع من يبغن ندبح الأب وأضحية راها كائن حي حيوان يعني يراها ما يمكنش تأذيه هو خلقونا بالله باش ناكلوه باش بزاف تحوج وتالية هو خلقونا باش من نعرضوش إلى الأدب لأنك تعرف هذا الحيوان هو واحد كائن كي يحس إلى أخر هات تخوف لأن اليوم أنا باش مغير ندبح طبيعة الحال إنما خصش الحولي يشوف العملية الدبح ديال الحولي الآخر وهذا كيتم عادي يرا كيتدار واحد تتصار اللي كيتدار على الجمع الخفال اللي بقى حياء وكيتدار حولي بحولي اللي غايت تتباح وكيتدوز العملية السادية لا أيسان بغا يحافظ على الأضحية وشي بالشعائق كيف ما ينبغي